اطلق اللعب الدولي السابق محمود قندوز تصريحات مثيرة وغاربة عن المدرب جمل بالماضي والبوسني فلاديمير بيتكوفيج ولم يرحم قندوز احدا في تصريحاته اليوم حيث قال عن مشوار بالماضي انه كان سلبيا وبانه مدرب شعبوي واشترى الشعب ولم يعرف كيف يتعامل مع المكانة التي حصل عليها في المنتخب الجزائري وبين الجزائريين مضيفا كان هناك تقديس من طرف البعض المدرب بالماضي كان يفكر في البقاء بمنصبه لمدة عشر سنوات والشارع كان معه وارجع قندوز الفضل في فوز منتخب الجزائر بكاس افريقيا 2019 الى اللاعبين قائلا بالماضي جلبه خمسة لاعبين الى منتخب الجزائر وفي مقدمته مرياض محرز اما عن البوسني بيتكوفيج فقال قندوز انه جاء ليأخذ تقاعدا مدته عامين في الجزائر وبعد رحيله ما هو الاثر الذي سيتركه في كرة القدم الجزائرية واضاف قندوز انه يجب على بيتكوفيج ان يوصل منتخب الجزائر الى ربع نهائي كأس العالم لان التأهل فقط لا يعد انجازا والانجاز سيكون بالتأهل الى ربع نهائي المونديال على الاقل ما رأيكم في مقاله قندوز المعروف بتصريحاته المثيرة والغريبة والعجيبة شاركونا بارائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد